بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا بحضركم في قناة رفي رفا. اه بازن الله هنعمل الضبة مفتاحة اللي في العباية ديت. وحوريكم هنعملها ازاي دلوقتي? بطريقة سهلة وبسيطة وممكن تعملها اه يعني ممكن انت تعمليها في البيت عادي وانت قاعدة كده. اول حاجة عندنا هنجيب الخيط اسود وهنجيب ابرة رقم 11 اللي احنا بنشتغل بيها. وهنبدأ نعمل الجنب اللي بالطول الاول دوت هنبدأ نسرجه وحنطبقه وحنشوف هنعمله ازاي? بعمل عقدة كده للخيط وببدأ ان انا اسرجه كده بخش قبل القطع كده بشوية بحوالي نص سنتي وببدأ اخد قصد بعضي كده بالشكل ده كده. علشان قلم القطع على بعضه. انا بعمل سراجة كده من على الوش. وهي حلم القطع بتاعي. نفس الخيط اللي انا شغال به هبدأ اعمل به الطبق بتاعي وابدأ الم النسيج كله على بعضه واعمل الجنب ده واخلصه واخلص منه خلص. بخش كده زي ما حضراتكم شايفينه وباخد من على الوش. باخد فاتلة من هنا وفاتلة من هنا من على الوش. وباخد وبخش. وبخش مكان ما خرجت. وبدخل من جنب كده برضك. وبفضل رايح جاي بالشكل ده بلم القطع على بعضه من على الوش كده فاتلة من هنا وفاتلة من هنا اصاب بعض كده علشان يقفل مع بعضه شكل الجنب كله. اشتركوا في القناة تمام كده الجنب خلص خلاص. هنبدأ نشوف هنعمل ليه في الجنب التاني. الجنب التاني ده انا لو لميته كده على بعضه هيبقى شكله عامل كده. طبعا هم هيبقى شكله وحش جدا وهضطر ان انا اطول من اليمين واطول من الشمال علشان ما يبقاش مبوط معي ويبدأ عامل زي المركب. في الفيديو ده احنا هنعمل حاجة جديدة. هنقيمه نلحم الجنب دوت وحوريكم هنعملو ازاي. احنا هضغطكم اه هطبقنا جنب. والجنب التاني هنقيمه ونلحمه. بجيب الابرة طبعا اللي انا شغال بيها رقم 11. وبجيب خيط ابيض وببدأ اعمل المشور بتاعي اللي كلكم عارفين والوقتي خلاص. باخد طرفين الخيط كده وبدخلهم في الابرة وبعمل بيها العليقة بتاعتي اللي هعلق عليها الخيط اللي انا هشتغل بيه. دلوقتي زي ما حضركم شايفين كده هطلع الخيط الايام بيبقى من الديل. من دل للعبية كده من تحت. هبدأ اسحب الخيط بالشكل ده بالراحة واحدة واحدة. لغاية مخرج الخيط معي اللي انا هشتغل بيه بالايام. انا دلوقتي هبدأ قايم الايام بتاع القطع ده هيبقى عشوائي يعني ايه عشوائي يعني اول حاجة من غير عدد برص جنبه بعضه القطع طبعا لما انا لمات الجنب ده في عوجة شوية في النسيج فانا هحاول ان انا ازبطها وانا شغال بالايام هيبقى العدد بتاعي مش نفس العدد بتاع العبية هرص رص كده جنبه بعضه حتى لو في عوجة مش مشكلة اهم شيء ان انا ازبط البداية والنهاية. بيبدأ قايم كده بالشكل ده. هنا الغرزة ممكن انت وانت شغال يعني تعقد معك كده او كده الخيط بتاع البوليستر اللي هو بتاع العبيات بيبقى مبروم بيبقى مبروم على نفسه فالبرمة ديت بتخليه وانت شغال يعمل عقدة كده. طبعا وانت شغال لو عمل معاك العقدة ديت انت بتفك العقدة دي بالراحة جدا وما تحاولش ان انت تشد عشان القطع كله ما يلمش معك ويبقى شكل وحش. والخيط منك يبوز. لان انت بتبقى مشيك كزا دور كزا يعني كزا عدد مساء اربع خمس فاتلات فانت عشان تشد كده ويدموا كلهم مع بعضهم انت كده ببسط الشغل اللي احنا شغالينه من الصبح. فبفكها كده بالراحة بسن الابرة وبحاول ان انا اه يعني اشيل اي عقدة تاني. بص عدد لكم اي عقدت مني تاني هي. ده يبدأ برضو بالراحة افكها كده وبحاول ان انا اه ازبطها. واسحبها ورجحها تاني مكانها. انا كده خلصت الايام اللي انا شغال فيه. حبدأ ان انا الحم القطع. بجيب الخيط اللحمة من الطول. بسعد لكم الجنب ده كده ده جنب من جناب العبية بسحب منه الخيط بتاع اللحمة. حد يقول لي مسلا طب ما هو نفس الخيط ما ده اسود ده اسود. بص احنا عشان الامان علشان ما تطلعش فتلة مسلا قطن فتلة بولستر. احنا بنحاول ان احنا نستخدم الخيط زي ما هو محضوط بالزبط في قلب النسيج. حبدأ الحم كده معنا القطع هو. حبدأ من الاول خلص. الايام بتاعي دايما بيبقى قبل القطع بحوالي فتلتين تلاتة من يمين وفتلتين تلاتة من الشمال. ومن فوق ومن تحت لازم ابقى ماسك في السليم. كذلك حضراتكم دلوقتي احنا في اللحمة حنبدأ برضك نشتغل في السليم ونبدأ ان بادخل كده وباخد فتلة وباخد فتلة وباخد فتلة وباخد فتلة وباخد فتلة وبسيب فتلة واخرج من الناحية التانية عادي جدا. وارجع تاني من جنب ما خرجت. ادخل. وارس تاني فتلة وفتلة 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 كده بسيب وبس نخلي بالنا نبقى شدين واحنا شغالين. الناسيج بتاعنا عشان ما فيش فتلة تسقط مننا جوه لان الخيط ده خيط بيبرم. بيخفي كده بيختفي ممكن يتشقلب على بعضه انت متبقى شايف وانت شغال. ولازم نبقى مركزين علشان ما فيش فتلة تقع مننا. واخدين من بالكو انا شغال عشوائي. احنا ما بنشتغلش هنا بعادة خالص. احنا شغالين عشوائيين. في ايامنا وفي لحمتنا. احنا عملنا كده مضطرين علشان الجنب ده. لو اتعمل طبق كان هيلمها ببقى شكل وحش. لان كان فيه نسبة خيط كتير نقصة. ما كانش رفيع زي الجنب اللي احنا طبقناه. فالفرق دوت اللي عامل بقى حوالي سنتي وشوية دوت او يعني ممكن في حدود سنتي ده ما ينفعش اللمه لو لمناه كده يبقى احنا كده بنعوك. هيطلع الشكل الوحش جدا جدا واحنا اه في النهاية خالص بعد ما خلصنا. فكان لازم ان احنا نقيمه ونلحمه كده. لازم نتعلم ازاي نكيف الشغل اللي احنا بنشتغله مع القطع. القطع هو اللي بتحكم فينا احنا مبنتحكمش فيه. برضو احنا هو عقد معنا تاني واحنا في اللحمة برضو بفكه بالروحة وبكمل شغل عاجي. انا هجمل القطع لغاية الاخر. الحمال لغاية الاخر واوريكو عن اعمل فيه. انا كده خلصت الخط اللي انا بسيبه وانا شغال في الايام واللحمة بابدأ ان انا اقصه كده بسن المقص من قدام. وابدأ اقصه اه بالشكل ده كده. لغاية بنظف غالص المطرح ما انا اشتغلت. وحدوس عليه مكوه ووريكو الشكل هابا اعمل ازاي. انا دوست خلاصة وغاية على القطع مكوه من قدام ومن وراء وزبط الدنيا. ده الشكل النهائي متاع القطع. يا رب تكونوا استفدتوا حاجة جديدة. عملنا اياه ملحمة وطبق في نفس القطع. جنب عملناه طبق وصرجناه زي ما حضراتكم شفته والجنب التاني عملنا اياه ملحمة. اياه ملحمة عشوائي من غير عدد ولا اي حاجة تلعي الشكل النهائي زي ما حضراتكم شايفين. شيروا الفيديو. اعملوا لايك للفيديو. اشتركوا في القناة عشان يوصلكم كل جديد انا بعمله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.